تزامن احتفال جامعة الموصل بالذكرى السابعة والأربعين على تأسيسها بحصولها المرتبة الأولى على مستوى الجامعات العراقية وقد شهدت الجامعة خلال السنوات القليلة الماضية ثورة عمرانية واسعة شملت استحداث العديد من الكليات العلمية والإنسانية والمختبرات البحثية فضلا عن حصول 75 تدريسيا على مرتبة الأستاذية لهذا العام تم تكريمهم من قبل رئاسة الجامعة احتفال هذا العام حضره ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا التي ترتبط بجامعة الموصل بالعديد من البروتوكولات والبحوث العلمية جامعة الموصل من سنة إلى سنة في تقدم مستمر وعمل دوب في مختلف المجالات العلمية وهذه السنة ولله الحمد يكفينا فخرا أن تكون جامعة الموصل في الجامعة الأولى على جامعات العراق وترتيبها العالمي وصل إلى نقطة لم نكن نتوقعها هناك خطة كبيرة جدا تعاون بين وزارة العلوم والتكنولوجيا وجامعة الموصل وهناك كوادر فنية على درجة عالية من العلم والمعرفة تدرب في هذه الجامعة وفي تقليد جديد ورض على هامش الذكرى السنوية معرض شامل طرحت خلاله نتاجات الطلبة بكافة اختصاصاتهم من براءات اختراع وأطاريح تخرج ونتاجات فنية تقليد جديد شرعت به جامعة الموصل في هذا العام يقوم على فكرة تمثيل جامعة في معرض شامل لكلياتها ومراكزها ووحداتها المختلفة وللطلب أجواؤهم الاحتفالية الخاصة أيضا اتجسدت احتفالاتهم بارتداء الأزياء الشعبية التي تمثل جميع مكونات الموصل الاجتماعية لإشاعة روح الأخوة والتعايش السلمي في هذا اليوم نحن نحتفل ونلبس على زي الذي نرتديه في عموم منطقتنا فالمسيحي يلبس زي المسيحي والكردي كذلك والعربي فأنا عربي وأتشرف في زي أي منطقة أي فئة تنتمي وإن شاء الله ما يكون فرق بين عربي وشيعي وسني وكردي إن شاء الله ما يكون تفرق بين الأكراد والعرب والتركمان وإن شاء الله كلتنا أخوة يشار إلى أن جامعة الموصل التي تأسست عام 1967 تضم 29 كلية و35 ألف طالب وطالبة وما يقرب من أربعة آلاف تدريسي ومثل ذلك العدد من الموظفين منير أسعد الحرة الموصل